شباب البومب الحادي عشر الحلقة السابعة عشر جناح الزل تحمل الحلقة السابعة عشر من مسلسل شباب البومب الحادي عشر عنوان جناح الزل وتحكي قصة بر الوالدين والتي أصارت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصر موضوع اليوم في شباب البومب الحادي عشر بشكل كبير في محبي ومتابعي المسلسل وذلك بعدما شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر وفاة والد ووالدة عامر فيصل العيسى بعدما رفض أن يساعدهم في الصفر لتأدية العمرة وعلق أحد المتابعين حلقة شباب البنبة عن البر وبابا وماما أول الحاضرين بالصالة وأضاف آخر بكيت الله يجعلنا من البرين بأهلنا ويطول بأعمرهم وتسأل أحد المتابعين بعد موضوع حلقة شباب البنبة قائلة جد تصير سرقة بالحوادث واش يحسون فيه ليسرقون من السيارات وقت الحوادث أذكر يوم حادث أخوي انصرق جواله وفلوسه كان صارف من البنك خمسة ألاف وقال المتابع آخر أيضا ما أتابع شباب البنبة بس الصراحة أهنيهم عرفوا يختارون مواضيع تشد المراهقين وتوعيهم لا تكفون حلقة شباب البنبة غير اليوم تأثرت أم عامر ماتت بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل شباب البنبة حينما طلبت أم عامر من ابنها عامر أن يأخذ هاتفها المحمول ويقوم بتصليحه لكنه تكاسل وبعدما طلبت من زوجها أن تزور مكة لأداء مناسك العمرة عندما طلبت والدة والد عامر منه أن يقوم بمساعدتهم يقود السيارة لمكة لتنفيذ رغبة والدته رفض وكانت النتيجة وفاة والديه على الطريق في حاد السير وكانت الحلقة تحمل كثير من المعاني والمشاعر التي تفاعل معها الجمهور وخصوصا الأبناء بشكل كبير ولكن اكتشف عامر أن هذه الرسالة له لكي يعرف كيمة والديه بعدما اتضح أنهم لم يتوفيان في حادث كما أخبر الرجل الذي سرق هاتف والد عامر واعتقد بالغلط أن صاحب الهاتف هو من توفى تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول قضايا الشباب السعودي بطريقة طريفة حيث يقدم عدة حلول لهذه القضايا ثم المسلسل مجموعة من الممثلين أبرزهم فيصل العيسى ومهند الجميلي ومحمد الدسري وعبد العزيز الفريحي ووائل الحربي وسليمان المقيتب ومرزوك الغمدي وعبد الله المزياني وعوض عبد الله وهو من إخراج أشرف العبادي أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته